تعالوا معا لنرى العظمة الربانية في حديث القرآن الكريم عن قضية السمع السمع هو حسة الأذن بنحس به ولذلك العلماء يقولون هو حسة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان ليدرك بها معاني الكلام أو يدرك بها الأصوات التي تدرون من حوله وكما تعلمون أن السمع أحد الحواس الخمسة اللي هو الشم والذوق والسمع والبصر واللمس هذه هي الحواس الخمسة فالسمع أحد هذه الحواس الخمسة إذن السمع نفسه هي حسة في الأذن أو حسة الأذن لذلك القرآن الكريم يقول أو آذان يسمعون به إذن هي حسة الأذن لكن سبحان ربي العظيم لما نضع أمام أعيننا الآيات التي وردت في القرآن الكريم وتحدثت عن السمع نجد أن القرآن الكريم جعل السمع على ثلاثة أصناف عشان نعرف بس معاني السمع في القرآن وإطلاقات السمع في القرآن السمع في القرآن جعل ثلاث أنواع أو ثلاث أصناف اسمعوا معي بحيث لما نقرأ أي آية من القرآن الكريم لا تخلوا من معنى من هذه المعاني الثلاثة إما سمع صوت وإما سمع قول إما سمع صوت أو قول طبعا وإما سمع قلب وإما سمع إجابة وقبول دول ثلاثة سمع صوت يعني واحد يتحدث والأذن تسمع يبقى هو ده السمع زي كما في قوله سبحانه وتعالى سمعوا لها تغيظة وزفيرة سمعوا لها شهيقة وهي تفور ده سمع سمع صوت أو آذان يسمعون بها ولا تكون كالذين قالوا سمعنا بالأذن وهم لا يسمعون أي بالقلب إذن سمع الصوت ده أول نوع من أنواع السمع يبقى في آيات كده لما تكرأها وتجد فيها السمع ده سمع الصوت واحد يتكلم ونحن نسمعه ده سمع صوت وهناك سمع قلب القلب نفسه هو الذي يسمع يا الله وقالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يا سلام السمع هنا هو سمع القلب القلب يسمع القلب يسمع ولا تكون كالذين قالوا سمعنا ده بالأذن وهم لا يسمعون ده بالقلب جميل إذن هناك سمع صوت هناك سمع قلب هناك سمع إجابة لما تكرأ قول الله سبحانه وتعالى إنك سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء يعني تقبل الدعاء ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى أما بالنسبة للبشر فهناك سمع إجابة حينما يأمر الله عباده للمؤمنين ماذا يقولون وقالوا سمعنا وأطعنا ده سمع إجابة سمع قبول إذن لا تخلو آية من آيات السمع في الكرآن الكريم إلا وفيها معنى السمع بالصوت أو السمع بالقلب أو سمع الإجابة والقبول جميل طب إحنا أحيانا نقرأ في الكرآن الكريم لفظ الإصغاء ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة فما الفرق بين السمع وبين الإصغاء قال لك الإصغاء نوع من أنواع السمع لكن الإصغاء فيه شيء من الميل والهوى لما واحد تكون بتحبه أنت تصغي إليه مش تسمعه فيه الميل والهوى والحب يجعلك تسمع أكثر يبقى فيه درجة من درجات السمع أكثر فيه ميل وهوى وبما أنه الإصغاء فيه ميل وهوى فالقرآن الكريم استعمل الإصغاء كثيرا في أمور الباطل يعني الإصغاء كثيرا ما يستعمل في الباطل ولذلك لأن فيه ميل وفيه هوى ما يبقاش فيه توازن أو عدل أو توسط ولذلك الكرآن الكريم من آياته مثلا على سبيل المثال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون إذن أحبابنا كرام الإصغاء نوعا من السمع لكن فيه شيء من الميل وفيه شيء من الهوى ومن ثم استخدم كثيرا في حق الباطل طب أحيانا نقرأ في القرآن كلمة الإنصاط الإنصاط فما الفرق بين السمع وبين الإنصاط يعني عشان بردو نعرف الإنصاط سمع لكنه أعلى درجات السمع الإنصاط أعلى درجات السمع والإنصاط أحباب الكرام فيه شيء من النظر يعني الإنصاط بيكون إنصاط سمع واستماع بنظر واستدلال وترقي سمع بتأمل بتدبر بتفهم لذلك هو درجة أعلى ومن ثم نقرأ في القرآن الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لاحظوا معي فاستمعوا اللي هو السمع بتاعنا الحسة وأنصتوا ولذلك القرآن ترقى ما قالش وإذا قرأ القرآن فأنصتوا واستمعوا لا فاستمعوا لأن ده أول درجة السمع العادي اللي أي حد يسمعه ثم بعد ذلك ترقى أيها العبد المستمع للقرآن من قضية الاستماع المجرد عن التدبر والتأمل والنظر والاستدلال إلى مرحلة أعلى ألا وهي الإنصاط والإنصاط نوع من أنواع الاستماع لكنه إنصاط فيه تأمل ونظر واستدلال ومن ثم قال بعض العلماء الاستماع بالأذن والإنصاط بالقلب الاستماع بالأذن والإنصاط بالقلب إذن لما نقرأ في القرآن الكريم لفظ الاستماع عرفنا معناه لفظ الإصغاء عرفنا معناه لفظ الإنصاط عرفنا معناه وهذه فروق يعني تبين لنا بعض المعاني الدلالية وبعض الفروق المعاني يعني وبعض ما تميز به كل لفظة عن الأخرى طيب إذن عرفنا الآن معنى الاستماع ومعنى الإنصاط ومعنى الإصغاء نعم اشتركوا في القناة